بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر Thermodynamics and Fluid Mechanics الدرس الثاني أو الوحدة الثانية العنوانها Pure Substance سوف نأخذ في هذه الحصة Heat Capacity أو تعريف Heat Capacity وماذا يرمز إليه طيب Heat Capacity is the ratio of heat added to or removed from a substance to the change in temperature دلتا تلتا 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 لو أنه نشتغل at constant pressure وإلا Heat Capacity at constant volume Cv of the substance فهنا ال Heat Capacity نعيدها هنا هو يعني ratio حقة الحرارة Q المضافة أو المنزوعة من Substance لتغيير درس الحرارة دلتا تلتا تلتا فهنا نعرف أن Heat Capacity هي القدرة على تخزين الحرارة أو القدرة على تحميل الحرارة أو القدرة على نزع الحرارة من الجسم فهذا يسمى Heat Capacity إذن Heat Capacity حسب التعريف هذا اللي استعملناه هو يسوي Q على دلتا تي بما أنه الـQ الوحدة حقتها هي energy joule الدلتا تي هي الكيلفن فتصبح Heat Capacity is equal joule per Kelvin specific heat التعريف اللي بعده specific heat at constant pressure هو إيش؟ بما أنه عندي هنا كلمة specific فهي تساوي Heat Capacity على أي سبب؟ على الكتلة زي ما عرفنا قبل كلمة specific في الشابتر 1 فهينا specific heat at constant pressure تساوي ماذا؟ تساوي Heat Capacity at constant pressure على الكتلة بما أنه هذه وحدتها تساوي joule per Kelvin المass وحدتها كيلوغرام فتصبح specific heat هنا joule per كيلوغرام كيلوغرام هنا فقط C C هذه هي small والC هذه هي capital لأنه هذا specific heat at constant pressure وهذا heat capacity at constant pressure نفس الفكرة أيضا يمكن تطبيقها على specific heat at constant volume هي تساوي heat capacity at constant volume على الكتلة نفس المعلومة هنا نقدر نشوفها هذه joule per كيلوغرام المass بالكيلوغرام وتصبح specific heat at constant volume تساوي joule per كيلوغرام كيلوغرام أيضا هنا يمكن specific heat at constant volume وإلا specific heat at constant pressure يمكن استخلاصهم أيضا باستعمال المعادلات فfrom from the conservation of energy principles energy in minus energy out تساوي variation of internal energy فspecific volume specific heat capacity at constant volume يمكن أن نحسب أن نحسبوها باشتقاق internal energy على temperature at constant volume أيضا specific heat at constant pressure تساوي variation أو إلا اشتقاق enthalpy at temperature بالطبع هنا at constant pressure فهنا لو سألت من هو عنده قدرة أكدر على تخزين الحرارة أو فقدان الحرارة مثلا لو قارنت الماء بالهواء فحسب رأيكم هنا هل إنه الماء يكتسب الحرارة بسرعة ويفقدها بسرعة أسرع من الهواء أو العكس فهنا تقريبا بالنسبة إنا نعرف إنه الماء هو عنده قدرة أكبر على تخزين الحرارة وأيضا لما يفقدها يفقدها ببطء فيكسب الحرارة الماء ببطء ويفقدها ببطء عكس الهواء اللي يمكن يسخن بسرعة كبيرة ولكن يفقد الحرارة أيضا بسرعة كبيرة فهنا specific heat شباب حسب رأيكم specific heat حقة الماء أو الهواء هي الأكبر نترك السؤال هذا إلى الحصة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر